رأب الصدع السياسي وترميم ما يجب ترميمه على هذا التفق حكماء وأعيان ليبيا في اجتماعهم برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اجتماع هدفه حلحلة الخلاف القائم بين الليبيين حاولوا ترموا معانا هذه الاشكالية سواء كان عن طريق عملكم الحالي أو كذلك عن طريق المصالحة الاجتماعية نحن المصالحة الوطنية نحن عندما أسسنا المصالحة كان فيه من يقول أن مشروع المصالحة كيفما قال بعض الإخوة هو عبارة عن نحن نديره هيئة وهذه الأية تصرف لها بعض الأموال وتبدأ تشتغل في شغل وخلص لا نحن قلنا لابد أن تكون المصالحة مبنية على أساس صحيح سواء كان نحن من يقودها أو يقودها حد غيرنا ترهيب وترغيب خاطب بهما رئيس المجلس المجتمعين باعثا برسائل مفادها تغليب صوت العقل في مؤتمر جينيف وإلا استخدام ما وصفها المنفي بالسلطة السيادية الآن يقولون أن هناك مجموعة من التوافقات كبيرة هذا الكلام الذي يبلغون به هو أن هناك اجتماع سيحدث خلال 4 أو 5 أيام أو خلال الفترة القادمة يوم 28 وهو الفيصل في هذا الأمر لو هذا الاجتماع فشال نحن هنا لابد أن يكون عندنا دور كمجلس رئاسي باستخدام سلطتنا السيادية بأن الأمر هذا لا يترك للتنقيط والتأجيل ولم يخفي المنفي تخوفه من فشل إنجاح مساعي المصالحة رابطا فشلها بالبقاء في دائرة التدخلات الأجنبية التي لا تخدم الوضع في ليبيا عمل وتكوين لجنة من طرفكم التعامل مع الأمم المتحدة هذا أمر واجب لكن بشرط أن تكون السيادة سيادة ليبيا وأن يكون رأينا هو الرأي اللي يمشي وليس الهوى من أجل مناصب أو أنا عشان نقعد في منصبي أكثر وقت ممكن فأنا مستعد نتحالف مع أي دولة ولا مع أي منظمة دولية من أجل هذا الأمر يأتي هذا في وقت يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين جلسة مفتوحة للإحاطة بالمعلومات حول الأوضاع في ليبيا تعقبها جلسة تشاورية مغلقة يعقدها المجلس حول ذات الموضوع وسيستمع أعضاء المجلس إلى ما تم تنفيذه من خطوات أوسط بها ممثلة الأمين العام لشؤون ليبيا اشتركوا في القناة